رحلة دموع وصعوبات وتحديات تعب ومرار حولها يسوع انتصارات واختبارات في الإيمان لفرح ورجاء من بعد العناب وأمل من بعد يأس وقر من القلب للقلب يتعامل معانا من القلب للقلب يتوجع لبكانا من القلب للقلب أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة ببرنامجكم من القلب للقلب النهاردة الحلقة خاصة جدا جدا لكل الناس كلنا بنصلي كلنا عندنا إيمان وكلنا بنحارب في الصلاة لكن في أوقات كتيرة مش بيحصل استجابات للصلاة وبنبدأ لنقول طب ليه يا رب ده أنا كان عندي إيمان ليه ده حصل ليه أنت ما استجبتش في الأمر الفلاني ليه ما شافتش فلان اللي أنا بصليله ليه ما شافتش جوزي ما شافتش مراتي ما شافتش ابني ليه بعد ما وعدتني بالشغل ده هو يحصل كل المشاكل دي ليه ده أنا واخد وعد منك ده أنا ماشي في طريقك ليه الصلاة ما استجبتش ليه حصل العكس بالزبط كلنا عندنا أسئلة في الموضوع ده لكن هل في إجابة؟ ولا نقول ربنا ساعد بيستجيب بآ أو بلأ أو انتظر وكل واحد يلاقي عذر أو يريح نفسه بإجابات النهاردة أنا جاي لكم ومعايا شخص كان في نفس الموقف اللي أنا وانتوا فيه وكان بيسأل ربنا لأن كان عنده مشكلة كبيرة إزاي يا رب دي متتحلش؟ وبإسراره أن يعرف إجابة من ربنا ربنا داله إعلان إعلان قوي جدا مفتاح لاستجابات الصلاة مفتاح يفتح أي استجابة لصلاة معطلة في حياتك وفي حياتي عشان كده البرنامج ده مهم جدا النهاردة لأن كل الناس عندها مشكلة في الأمر ده لكن ربنا لما يفتح ويدي إعلانات علشان شعبه يتحرر وعلشان ييجي بالاستجابة اللي على قلبه اللي هو عايز يعملها في حياتك وفي حياتي يدي إعلان والإعلان ينتشر على كل وجه الأرض وبلاد تتحرر وعائلات تتحرر وأولادنا ييجي ويعرفوا الرب الشخص اللي أنت بتصليله لك سنين عشان يعرف الرب ابنك بنتك اللي لغاية دلوقتي عمالة تصومي وتصلي وتحربي وتتكلمي عليها بقيات وما فيش حاجة حصلة النهاردة الحل جاي تعالوا معنا وهقدم لكم دي في الحلقة الأسيس اللي ربنا اداله هذا الإعلان هجلمكم على قصته في الأول وعرفكم به وهيكون عندنا وقت نتعلم عن استجابات الصلاة لكن إيه رأيكم؟ نطلع مع الإعلان ده ونرجع مرة تانية علشان أعرفكم بدايف الحلقة هل صليت عشان معجزة وما حصلتش؟ عشان شفها وما تشفتش؟ عشان ظروف تتغير وما تغيرتش؟ عايز تعرف إن مشكلة وحلها؟ عايز تعرف إزاي صلاتك تكون مستجابة؟ إزاي ترفع العناية موجودة على حياتك من سنين؟ إزاي تتحرر من قيودك؟ إزاي تتحرر من خطايا الماضي وتمحي أثارها على حياتك؟ استنونا في حلقة مميزة هنتعلم فيها إزاي نوقف شكويته على حياتنا وإزاي يبقى لينا دخول لعرش النعمة ولينا قبول محكمة السماء تعليم هيغير حياتك دي في الحلقة أسيس اسمه رابرت هندرسون قعد في الخدمة وفي الأسوسية وفي يرعى كنيسة لمدة 22 سنة وبعد كده حصل إن ابنه حصل معاه مشكلة عائلية وابتدى يطلب من الرب إجابة ولما الرب إداله إعلان ابتدى خدمته بيروح في كل العالم يقول للناس الإعلان ده ربنا الدهوني وممكن يتطبق على حياتك وممكن تشوف استجابات لصلاتك راح بلاد كتيرة في العالم وخدم في كنيس كتيرة وخدم في تلفزيونات مسحية وبرامج مسحية مشهورة زي سيد راس وبني هن وعلى داي ستار تلع برضو وتكلم على المواضيع دهيا وربنا استخدمه بقوة والنهاردة بشكر ربنا إن هو جاي لأول مرة في قناة الكرمة قناة العربية وبنوصل للعالم العربي وكل الناس اللي بيكلموا اللغة العربية حول العالم علشان النهاردة الله بيوصل لشعوبنا وبيوصل لناسنا بحبه وبإعلاناته علشان نختبر حلوته ونقول إن الرب صالح معانا دلوقتي الأسيس باستور روبرت هندرسون هلو 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 وانا بقوله إن أنا فرحان أنك انت معايا النهاردة هو بيقول أنا مفسود قوي إن أنا كون معايا النهاردة في خدمة بتروح لكل العالم العربي وخدمتنا في العالم العربي وإننا بنروح زيارات للعالم العربي أنا عندي سؤال لك إزاي ابتدى ربنا يعلن لك عن الإعلان الإلهي ده وإيه هو الإعلان الإلهي ده نتكلم عن الإعلان وبعدين إزاي جالك هو رجل صلاة من سنة 1980 وهو فعلا مقرس للتشفع وللصلاة لكن ابتدى يلاحظ أنه في استجابات كتيرة لصلاة مش بتحصل وبيصلي الأمور ومش بيلاعي إيجابات وكان بيصلي بكل أمانة وبكل تطقيق لكن ما كانش في حاجة بتحصل وبدل ما الأمور تتحسن الأمور كانت بتبوس وكان بيلاقي ضربات كتيرة من العدو على نفسه وعلى عيلته لكن حاجة حصلت لابنه وتعرض لإكتئاب شديد جدا وهو كان أسيس للشباب في كنيسة كبيرة وكنيسة نكحة لكن هو تعرض لأمر صعب جدا والأمر الصعب ده خلاه يبقى في الاكتئاب اللي هو فيه وهو جابه عنده علشان يساعده وكان بيحاول يشجعه ويقوله إن ربنا عنده لقطة لحياتك وربنا ده مش النهاية بتاعتك لكن كل ما كنت بحاول يشجعه كل ما كان الاكتئاب بتاعه بيزيد But what was it? كان إيه المشكلة اللي عنده? The thing that was causing the depression He had gone through a very... He had gone through a divorce اللي حصل في حياته اللي خلاه يقع في الاكتئاب ده إنه هو مراته طلقته His wife had left and taken their little girl with him مراته ثبته وأخذت بنته الصغيرة معه And he did not want the divorce وهو ما كانش عايز ولا يؤمن بموضوع الطلق But it was all beyond his control لكن ده كان حاجة فوق طاقته وفوق احتماله وحاجة هو مش قدر يتحكم فيها He, as a result of this, he felt like his entire life was over وهو حس إن حياته كلها انتهت بعد الحسن From the time he was a little boy All he had intended on doing was being in ministry ومنه هو صغير هو عارف إنه هو كل اللي عايز يعمله في حياته إنه هو يكون أسيس So in addition to losing his family He feels like his whole life's purpose is over فمش بس إنه هو فقد عائلته لكن هو حاسس فقد الهدف من حياته He feels like he's a complete failure and unworthy of any kind of ministry وهو حاس إنه هو شخص فاشل فاشل زريع وما يستحقش إنه هو يكون في الخدم And I tried to really encourage him and try to tell him God wasn't finished with him وكان بيحاول إنه هو يشجع ويقوله جي مش النهاية But there was such a spirit of depression that was against him He couldn't hear it لكن هو كان عنده اكتئاب ما كانش قادر يسمع ولا الرسالة دي كانت قادرة تدخله So I'm trying to do this in the natural فهو كان بيحاول يعمل ده بأمور طبيعية But in the spirit I'm praying and worrying for him to come out of this place لكن هو في الروح كان بيصليله علشان يطلع من الاكتئاب اللي هو فيه And at that particular time all I really understood was approaching prayer on a battlefield mentality وكان هو بيحاول بيحارب عنه بصلاة فأرض الواقع I mean I was binding and I was loosing فكان بيربط وكان بيحل I was yelling at the devil وكان بيزعق في الشيطان وينتهر I was opening and closing وكان بيفتح وبيقفل I was doing everything I knew to do فكان بيقول وبيعمل كل حاجة هو يعرف يعملها من كتاب المؤادس And yet nothing was happening it was all getting worse وما كانش أي حاجة بتحصل وكل الأمور عمالة تتأخر وتتسعى I actually prayed for about two years in this manner وقعد سنتين يصلي لابنه بالطريقة دي And suddenly one morning when I went to prayer like I always had ومره هو بيصلي في الصبح زي ما دايما بيصلي I heard the Holy Spirit whisper to me سمع صوت الروح القدس بيتكلم لقلبه And he said bring your son to my courts وقال جيب ابنك لمحكمتي Now I had began to see something about the courts of heaven in the Bible وهو كان بيقرا في الكتاب المؤادس وابتدى ربنا يوضح له من الكلمة أن في حاجة اسمها محكمة السماء I was becoming aware that there was a dimension where that things were legal in nature وابتدى يفهم كده تشاش يعني قليل جدا أن في حاجة في الروح وفي السماء ليها علاقة في قوانين روحية وسماوية So I had a little bit of a concept of what the courts of heaven was فابتدى يكون عنده فكرة صغيرة إيه هي محكمة السماء فيها إيه And I knew that repentance was used to take away legal rights of the devil وهو كان فهم أن لما إحنا بنتوب عن خطيانا بناخد أي حق إبليس بيستخدمه ضدنا So when the Lord said bring him to my courts فلما ربنا قاله هو بيصلي هاتوا لمحكمتي I knew that I needed to begin by repenting فإن عارف فهم كويس أنه لازم يبتدي أنه يتوب So I began to repent for my sons for issues in my son's life فابتدى أنه هو يتوب عن ابنه عن حاجات هو عارفها عنه في حياته ما كانتش كويس And anything I felt or sensed I repented of وأي حاجة كان بيشعر بيها أو حتى بيتيجي على ذهنه كان بيتوب عنها بالنيابة عن ابنه Anything I knew I repented of أي حاجة هو كان عارفها وشايفها بالعيان كان بيتوب عنه For instance I said Lord I repent for him believing the lie The lies that the enemy is speaking to him that's causing him to be in depression I said I repent for any failure he had as a husband and a father Anything I felt or knew I repented of أي حاجة كان حاسس بيها أو كان عارف كان ابتدى يتوب بالنيابة عن ابنه فيها Now people say well how can you repent for somebody else And I say well number one I'm an intercessor And intercessors do for others what they cannot do for themselves until they can But I was also his father And that gave me an authority to function in the spirit realm in his behalf Plus people have to understand that by nature we are a governmental people when we belong to the Lord وحاجة تانية عايزين نفهمها ان احنا كأولاد الله احنا عندنا الحق ان احنا ناخد أمور وبالسلطان ربنا مده لنا ونتكلم بيها ونصلي بيها And what government does is it represents something to God وإحنا كموظفين للسماء ممكن ان احنا ناخد الأمور اللي بنشافها على الأرض ونطلع بيها للسماء So as a governmental person I had a right to represent my son before the Lord And people say well well who can I do this for this individual or that individual And I tell them I said anyone you have authority in their life ودي نقطة مهمة جدا محتاجين ان احنا نركز عليها اي شخص انت ليك سلطان على حياته او ليك access لحياته Or God has given them to you as an assignment او حد ربنا بيقول لك الشخص ده انا بديه لك علشان تتعامل معاه That you're carrying them in your heart That you have a right to represent them before the throne of heaven So because of that with my son I had a right to do that فعلشان ده ابني وعلشان انا شايل المشكلة بتاعته وعلشان انا رجل صلاة وربنا مديني هذا السلطان احنا اتكلمنا هنا على ثلاث حاجات عشان كده انا ابتديت ااخد الحق ده واطلع بمشكلته قدام السماء وقدام محكمة السماء So I began to repent for him It took me only about five minutes وابتديت اصلي لمدة خمس دقايق وانا انا اتوب عنه And I felt this shift take place وابتديت احس ان حصل shift حصل تغيير That in two years of praying I never felt it والسنتين ان انا كنت عماله صليله ما كنتش حاسس بالامر ده But I felt something move in the spirit realm لكن انا ابتديت حس ان في حركة في الروح And then as I finished that The Lord, the Holy Spirit, He said to me وبعد ما خلصت كده ابتدى الروح القدس يتكلم معي He said now you repent وقال انت كمان عليك انك تتوب He told me personally to repent وقال لي انا شخصيا ان انا اتوب He said for the things I had said about my son In my frustration Because I had said things about him to his mother In my frustration I had said I don't know why he did this He did all these different things that he shouldn't have done That added to the problem and actually caused the situation to arise كل اللي هو عمله ده خلى المشكلة تبقى أسوأ وأسوأ To my son I'm encouraging him and saying God's not through with you But in my frustration to my wife his mother I'm speaking negative about it And the Lord said to me now you repent for that He said because the devil is taking your words as his father لأن الشيطان بياخد كلماتك كأب لي بسلطانه And he is saying before the throne of heaven وبيروح قدام عرش النعمة لأنه هو المشتكي ويقول Even his own father says this about him حتى بابا قال الكلام ده عنه And I suddenly realized the devil was taking my words as an authority in my son's life وابتدت أفهم أن الشيطان بياخد الكلمات اللي أنا بتكلمها عن ابني بسلطان لأن أنا اللي هي سلطان على حياته كأب And was using those words to build a case against my son to hold him in depression وأنه كان بياخد الكلمات دي علشان يبني بيها قضية ويرفع بيها قضية على ابني وشكوى ضد ابني So I began to repent with tears وانا ابتدت إن أنا أتوب بدموع قدام الرب Because I realized here I was asking for God to break my son free from depression لأن أنا حين عمال ليه سنتين بصلي عشان ربنا يطلع ابني من الاكتئاب And yet my own words were being used by the devil to legally hold him in that لكن كلماتي السلبية اللي أنا كنت بتكلمها على ابني الشيطان واخدها وبيستخدمها ضده So I began to repent فأنا ابتدت أتوب And ask the Lord to please forgive me وابتدت أقول له يا رب سمحني And to annul those words so that the enemy could not use them anymore وابتدت أقول إن هذه الكلمات باسم الرب يسوع ملهاش أي فاعلية وملهاش أي قوة كل كلمات اللي أنا قلتها أنا بلغيها وبلغي قوتها على حياة ابني وإن دم يسوع المسيح يلغيها يلغي كل الكلمات دي ويبوزها من عمقا من الروتس بتاعتها يخدها من الروتس ويقضي عليها And suddenly I felt this thing move in the spirit وابتدت حس إن فيه أمر في الروح بيحصل أمر جديد بيحصل And again it probably didn't take me any more than five minutes And as soon as I was finished with that The Holy Spirit he said to me Now began to prophesy your son's destiny Now I didn't realize that what I was about to do was present a case in the courts of heaven أنا ما قلتش فاهم إن أنا بعمل كده إن أنا بقدم دعوة في السماء في المحكمة السموية لمصلحة ابني You see in Daniel 7 verse 10 It says the court was seated and the books were open The books are open because the books are full of destiny الأصفار أو الكتب دي موجود فيها خطة الله لحياتك ودعوتك And every one of us according to Psalms 139 16 has a book in heaven مزمور 139 عدد 16 رأت عيناك أعضائي وفي صفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها كل واحد فينا في كتاب موجود لي في السماء مكتوب في خطة الله لحياته These books are filled with our destiny والأصفار دي أو الكتب دي موجود فيها كل حاجة في قلب الله لحياتنا And the reason the court is seated or comes ready to function and the book is open Is because we're going to prophesy from the book what God said about something and present it as a case in the courts Now I didn't understand all that then All I knew is God said prophesy his destiny And from the day that my son was born I mean on the day he was born The Lord said to me about him He said how beautiful upon the mountain are the feet of those that bring good news When we took him to be dedicated in the church the very next Sunday Our pastor lifted him up and said how beautiful upon the mountain are the feet of those that bring good news I went to our pastor and I said why did you say that And he said because that's what God says about him So from the day he was born I knew he was called to preach the gospel So when the Lord said to me prophesy his destiny I said Lord you said how beautiful upon the mountain are the feet of those that bring good news And I declare that he will carry the gospel of the good news That he will be the one that will declare how good you are to multitudes Even upon very high places Places of great prominence He will declare the goodness of you And as I'm prophesying this I'm all by myself Nobody's around but me And as I'm prophesying this Suddenly the Lord says to me Now rebuke the spirit of depression And I'll never forget I said according to Ephesians chapter 5 I say awake you who sleeps and Christ will give you life I say every spirit of depression you are broken your powers are removed And I felt this thing shift The whole thing probably took 15 minutes But I knew something had moved in the spirit realm And so I got up and I thought I guess we'll see what happened A week and a half later My phone rings And I look at it and it's my son calling And so I answer the phone And he says dad can I talk to you for just a moment And I said well sure And he said I don't know what happened But a week and a half ago He said suddenly all the depression left me And I am now ready to do God's will I want what God has for me And my son today He pastors his own church He oversees about five or six other churches He has great favor upon his life Because what I had not been able to do In two years on the battlefield in prayer I was able to do in 15 minutes in the courtroom Because once I dealt with things through repentance And took away the legal right of the enemy The Lord had the legal right to free my son from depression So that he could begin to step back into the calling of God on his life And he could not remain able to do And that he did work to do And that he did And that he would be allowed for him And that he actually happened And that he could have fulfilled And that he is yet And actually What's one last month What do you think? Let's come back from this free And turn to us And back to us Who can be Erin For énorme اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصرفات القناة وتضاعف معها ايضا عدد الثمار شكرا لاستمرار تعديدكم وصلواتكم والرب يبارك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهنكمل مع الاسيس روبرت هندرسون ازاي ربنا اداله السر لاعلان سماوي باستجابات الصلاة انا عندي دلوقتي عندي سؤال لك انت اسيس وابنك مقرس وابنك اديته الربنا من الاول وهو بيعرف ربنا وابن الرب حقيقي حقيقي مش واشي واشي وازاي ان ابليس يجي عليه بحاجة زي كده هو مش خطيانة كلها الرب سمحنا عليها وان ما فيش حاجة تاني تقدر تيجي علينا من ابليس طب فين بقى عمل الصليب وهل عمل الصليب كامل ولا مش كامل ازاي بيحصل للمؤمنين بلاوي في حياتهم وليه بيحصل كل الحاجات الصعبة في حياة المؤمنين وبنصلي وما فيش استجابة الديني يعني ده سر ده حاجة كلنا عندنا السؤال ده مش عمل الصليب كامل ولا مش كامل عمل الصليب كامل ما فيش اي حاجة نقدر نزودها عن الي يسوع عمله في الصليب لما هو مات على الصليب قال قد أكمل لكن اي المعنى بتاع قد أكمل لما هو قال قد أكمل يعني هو بيقول ان كل حاجة قانونية في المحكمة السموية حصلت والقانون طلع والحكم طلع لما يسوع مات على الصليب الحكم السماوي الإلهي اتحكم ضد إبليس كل حاجة كان محتاجها العمل القانوني ده انه ييجي الله ويحكم على إبليس بأنه إبليس ملوش سلطان على حياتنا كمل لكن في نقطة مهمة لما يصدر حكم الحكم ده لو ما تنفش يبقى الحكم ده هو مش قائم this is why as believers we keep saying we believe things we're not experiencing عشان كده احنا كمؤمنين ممكن نكون بنؤمن بحاجات احنا مختبرنهاش see I meet believers all the time that say they believe certain things وانا بشوف مؤمنين كتير بيقولوا ان احنا بنؤمن بحاجات معينة but they're not experiencing what they say they believe لكن ما بيختبروش الكلام اللي هم بيؤمنوا بي for instance when Jesus died on the cross he didn't just forgive our sins he also healed us of all of our diseases لكن هو شفانا من كل امرادنا if that's true then why are people still dying prematurely in the body of christ لو ده حقيقة ليه مؤمنين بيموتوا قبل معادهم في جسد المسيح وبيمرادوا we must be enough realists that we look at these questions and try to find answers to them and the reason that those things happen is not because the cross is insufficient it's because the verdict that has been rendered from the cross has not been executed into place in john chapter 16 in verse 11 actually in verse 8 through 11 من عدد ثمانية لعدد حضاثة Jesus says the holy spirit will do three things when he comes قال ان روح القدس هيعمل ثلاث حاجات لما يجيه he would convict the world of sin هو هيخلي الناس تتوب عن خطيتها of righteousness and of judgment وهيكون في بر وهيكون في حكم and in verse 11 and in verse 11 he says of judgment because the ruler of this world is judged so when Jesus is speaking of that in john 16 11 he's speaking as if he's already been to the cross he doesn't say the ruler of this world will be judged he says the ruler of this world is judged so he's saying that when I die on the cross there is going to be a verdict against the ruler of this world and the purpose of the holy spirits coming into the earth is going to empower us to execute into place that verdict that's why the holy spirit is here that's what the anointing does when it shows up it causes us to get the benefit of what Jesus did for us on the cross so that the holy spirit empowers us to execute into place the finished works of the cross because the cross because the cross finished everything وده اللي احنا بنعمله في المحكمة السماوية بناخد عمل صليب الكامل مع الإيمان بتاعنا وبنبتدي ان احنا نتوب عن خطينا وبنطلب من الروح بنطلب من الرب ان دم يسوع يغطينا ويلغي أي حاجة إبليس بيستخدمها ضدنا فإحنا كده يكون عندنا العمل الكامل المطبق للي يسوع أخده لنا والحق قانوني ليسوع أخده لنا عصليب نقدر نطبقه الحاجة اللي الناس مش قادرة تفهمها إننا لما بنصلي وبنطلب يسوع يدخل قلبنا ده مش معناه إن العدو ما يقدرش يشتكي علينا مش بس علينا إحنا شخصيا لكن كمان على أجيالنا ممكن يكون حد من العيلة بتاعتنا من أجدادنا عمل عهد مع إبليس وإن العدو مش هيسيب الحق ده اللي الجد عمله في حياة الحفيد إلا لما إحنا نتوب عن خطيانا وخطايا أجدادنا ونسأل إن دم يسوع يجي ويلغي أي عهد أي حد من عائلتنا أو أي حد من أجدادنا أخدو وعمل هذا العهد معا so that the legal claims of the devil against us and our bloodline are erased so الحق القانوني اللي إبليس مسكوا علينا وبيشتكي بي علينا قدام الله يلغى now I was in Hawaii and I was teaching on undoing curses وكتب باتكلم وبعلم عن اللعنات and I was teaching how that curses are legal in nature وكتب بعلم إن اللعنات دي لها بعد قانوني Proverbs 26.2 says that a curse without a cause cannot land وإن في سفر الأمثال بيتكلم وبيقول إن اللعنة لا تأتي بلا سبب so when it says without a cause that means it has to have a legal reason فلما بيقول بلا سبب معناه إن لازم يكون في سبب علشان اللعنة تيجي usually the legal reason for a curse to land usually is in the bloodline وعادة عادة مش دايما لكن عادة الحق القانوني اللي بيجيب اللعنات بتكون حاجات متورثة في البلودلاين that can be because of the sins of fathers in the bloodline ممكن دايكون عن خطايا موجودة في أباءنا أو في أجدادنا أو بسبب إن الأباء أو الأجداد عملوا عهد مع إبليس فأنا موجود في هواي وبعلم عن إزاي الناس تتخلص من اللعنات لأن العادة بيستخدم هذه اللعنات علشان هدفه يوقف خطة الله في حياتنا وما تحصلش فأنا ابتديت إن أنا أقود الناس في الصلاة and suddenly it was like a veil was pulled back in the spirit ومرة واحدة كأن استطارة اتفتحت في الروح and I saw something I'd never seen before وشاف حاجة عمرو ما شافها قبل كده that the demonic powers over the culture in Hawaii which is a Polynesian culture ابتدي يشوف إن الناس اللي في هواي في البلد دي عليها لعنة they were still claiming this culture for themselves واللعنة دي اللي حصل دي ميخلي إبليس يخدها ويتكلم بيها ضد هذا الشعب وضد الأمة دي الناس اللي في هواي لأنهما في تاريخهم قدموا دم كزبيحة دم بشر كزبيحة فأنا بحاول وبتدي إن أنا أصلي صلاة علشان يتحرر هذا الشعب أو العيلة دي اللي موجودة فهواي من اللعنة اللي جات عليهم نتيجة إنهم قدموا زبائح دموية لإبليس وإن القوة الرياسة الروحية الشيطانية اللي تقدمت له الزبيحة دي بيقول أنا عامل معاه وابتدأ يقول إن العهد اللي عملته معاهم مش بس على العيلة دي لكن على كل الثقافة في المنطقة دي ولمما شفت كأن السطارة تفتحت ابتديت أشوف إن اللي حصل من زمان والعيلة اللي قدمت هذه الزبيحة وابتديت أفهم إن الحرب الروحية فوق العيلة دي أو الأرض دي فإن المنطقة دي بلونس تمين المنطقة دي تتبع مين فابتديت أفهم إن قبل ما العيلة دي تتحرر من اللعنات فابتديت أفهم إن أنا لازم أروح بالصلاة لمحكمة السماء وابتدي إن أنا أطلب غفران عن الخطية اللي اتعملت والزبيحة اللي اتقدمت للشيطان من زمان على الشعب ده وحاجة رائعة حصلت وابتديت أني أفهم إن في حاجات اتعملت في بلاد كتيرة وفي أنحق كتيرة من العالم وناس أقدموا زبائح للشيطان ولو إحنا عايزين الناس تتحرر وتتبع الخطة الإلهية لحياتهم واستجابات الصلاة تحصل في حياتهم علينا إن إحنا نلغي العهد اللي اتعمل عن طريق الزبيحة المقدمة لإبليس يلغى هذا العهد اللي اتعمل بين الناس دي وبين الشيطان والحاجة العجيبة اللي حصلت في الوقت ده أنا عمرتي كنا في هوايي ولكن بنتي الكبيرة في تكساس و سمعت إنها قسرت رجليها و كان قسر الرجلين دي بيحصل معها كثير و دي كان تقريبا تاني مرة حصل إنها قسرت رجليها و كان فيه ضربات عليها و أنا كنت في هوايي بصلي للناس و بسعيدهم علشان يلغوا كل عهد عمل من أجيال سابقة بالدم وقدموا زبيحة للشيطان و يلغى هذا العمل ولغي هذا العهد و إني أنا بالتوبة نلغي هذا العهد اللي إبليس عمال يشتكي بيه على الناس دي و متحكم فيهم و واخد كنترول عليهم و بعد ما خلصنا و ماشي أنا و مراتي رحين على الهوتل التليفون رن و قالت له داكرت بنتي و قالت له بابا أنت بتصليلي مرة واحدة بصيت لقيت رجليها والجزء المكسور فيها زي ما سخن جدا و شلت الرباط ده هو اللي على الكسر و لقيت إن كل الورم راح و إبتديت إن أنا حط تقلي على رجليا اللي ما كنتش قادرة حط تقلي عليها و قلت لها لإننا اتفقنا و إننا لغينا اللعنة اللي كانت عليك that I was breaking curses off of families أنا ما كنتش بعمل لها عليكي أنت لكن على عائلات تانية و أنا بعمل كده لناس تانية الله كسر كل لعنة على حياة عالتي و إحنا ما كناش حتى بنصل لها لكن دي كانت حاجة عملية لللي بيحصل في عالم الروح لإننا و إحنا بنكسر كل لعنات حتى عائلات أو حتى بلاد أو حتى ولايات تحت حكم إبليس because as I was leading them through the prayer I was saying it myself لإننا و أنا كنت بقودهم في الصلاة أنا كنت بصلي الصلاة دي وبنتقع بالسان curses began to be broken off my own family اتدت لعنات تتكسر من على حياتي because we were dealing with the issues legally that the enemy was using to try to hold people in bondage لإننا كنت بتكلم مع الناس اللي إبليس ماسك عليهم حاجات اتعملت مدي له الحق إنه هو يشتكي عليهم وإنه يتحكم فيهم and we were executing into place the finished works of the cross وإحنا كنا بننفذ الحكم اللي يسوع أعلنه بموته على الصلاة there's one more thing I would say about that right now حاجة تانية عايزة أقولها في الأمر ده in Revelation 12 verses 10 and 11 رؤية 12 عدد 10 و 11 وسمعتوا صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص إلهنا وقدراته وملكه وسلطان مسيح لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا وهم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت The word accuser there is the Greek word catagoras وكلمة المشتكي and it means a complainant at law معناها اللي بيشتكي بالقانون يعني شكوى قانونية The accuser is one who is bringing a legal case into the courts of heaven against us That is telling God the legal reasons why we can't have what we're asking him for وبيقول كأنه بيقول لربنا السبب إن هما ما يقدروش يحصلوا على خطتك في حياتهم وما يقدروش إن استجابات لصلاتهم تحصل And we can't have what's written in our book وما نقدرش نحصل على اللي أنت كاتبوا على حياتهم في سفرهم But the Bible is clear there It says we overcome him by the blood of the Lamb لكن الكتاب المؤدس بيقول إن إحنا غالبينه بقوة الدم So when we repent for ourselves and the sins of our fathers فإحنا لما بنطلب غفران عن خطيانا وغفران عن الخطايا الأجيالنا عملتها By the blood of the Lamb we're undoing his case against us بقوة الدم إحنا بنلغي كل عهد اتعمل وكل حاجة هو ما سيكها ضدنا وبيشتكي بيها علينا We are executing into place the finished works of the cross فإحنا بننفذ عمل الصليب اللي يسوع قال قد أكمل وأصدر حكم الإكمال بناخد هذا الحكم وبننفذه على الأرض أمين أمين I want to give another illustration أنا عايزة أدي برضو مثل لهذا الأمر أنت رحت المحكمة عندك واحد ما بيدفعش الإيجار رحت المحكمة وخدت حكم من المحكمة إن الإيجار إن الشخص ده لازم يضطرد من بيتك أوكي لو البوليس ما خدش الحكم ده المكتوب وراح يطرد الناس ده من البيت أو الشقة اللي هم قاعدين فيها وما بيدفعوش فيها الإيجار الناس هتفضل قاعدة لكن البوليس أو الزباط اللي إحنا مثل ليهم إن إحنا بناخد الحكم من المحكمة وبنروح ننفذه مع الشخص اللي هو الضد لينا اللي هو رمز الإبليس بتخلى وبيمشي من المكان دي صورة توضحية لإن القانون اتاخد والحكم طلع من القادي والأوفيسرز أو الزباط أو الناس اللي عاملين في المحكمة بياخدوا هذا الأمر وبينفذوه وبيطلعوا إبليس من المكان وبيطلعوا الناس من المكان اللي هم مش من حقهم يعودوا فيه خلينا نفكر في الصورة دي بالطريقة دي علشان تبسط الأمر ويدخل الأمر ده علينا بكل إضاحة وبأكد لكم إن ربنا النهاردة عايز يفضح إبليس ويفضح عمل إبليس ويورينا إن هو وعدنا إن فيه استجابات للصلاة وبيدينا المفتاح علشان نعرف إزاي نستخدم هذا المفتاح واستجابات الصلاة بتاعتنا تكون أكيدة هنرجع تاني مرة تانية للأسيس روبرت وهسأله على شيء مهم جدا وعامل يمكن لغبطة في طريق تفكيرنا إزاي إن أنا أفضل أقول سامح أجيالي وأنا من حق إن أنا أقول سامح أجيالي وإزاي يعني أنا أنا مالي ومالهم هم كل واحد مسؤول عن نفسه وده الكلام اللي بيتقال في وسط المؤمنين وفي وسط المسيحيين يسوع عمل العمل كله كامل على الصليب أنا بس مسؤول عن نفسي طب واللي حصل زمان ونشوف القصة بتاعتها بادية منين وليه إحنا بنتوب عن حاجات أجيالنا أو ناس في أجيالنا عملتها السؤال ده يعني ملغبط ناس كتير أنا بس مسؤول عن نفسي يسوع جيه عشان أنا لما أقوله أنا خاطي وبتوب أنا خلاص هروح السماء لكن اللي بيحصل إن فيه استجابات على الأرض مش بتحصل لصلاتنا لكن أنا مسؤول عن نفسي إيه رأيك في الكلام ده بالنسبة لخلاصنا أو العهد اللي إحنا بنعملو إن إحنا نكون بندي حياتنا للرب أيوة دي حاجة خاصة بينا إحنا يعني أجيالنا ما عملوهاش دي متأثرش على خلاصنا لكن الشيطان يفعن في القانون الروحي إن فيه قوانين روحية والقوانين الروحية دي بتقول إن أي حد عمل أي عهد مع الشيطان زمان العهد ده قائم وممكن إنه يستخدم هذا العهد ضدنا Hezekiah, Nehemiah or many of the Old Testament people حسقية ونحامية وكل الناس الأنبياء اللي كانوا في العهد القديم لما كانوا بيرجعوا السبي وعايزين السبي يرجع لما كانوا بيرجعوا السبي وعايزين السبي يرجع كانوا دايما بيبتدوا بيصلوا وبيقول يا رب اخفر لنا خطيانا واخفر خطايا أبأنا The reason for the repenting of the father's sins was not to change the father's eternal destiny والسبب إن هم كانوا بيطلبوا غفران للأجيال السابقة مش علشان تغير موضوع خلاصهم See the Bible says that it's appointed unto man once to die and then the judgment So once someone dies Then ever how they live their life is going to determine their eternity So when we repent for the father's sins We're not trying to change that فإحنا لما بنتوب عن خطايا الأباء مش بنحاول نغير أخرتهم أو أبديتهم That is unchangeable دي ما تتغيرش إن كل واحد مسؤول عن نفسه الطريقة اللي عاش بيها What we are doing is seeking to take away the legal right of the enemy To use the father's sins to hold us in bondage now لكن اللي بيحصل لما إحنا بنتوب عن خطايا الأجيال إن إحنا بناخد العهد اللي هم عملوه اللي بيستخدموا إبليس ضد حياتنا وحياة أجيالنا ويوقف صلاتنا وما يستجبش يحصل تعطيل استجابات الصلاة ويحصل توقيف لخطة الله في حياتنا لأن دول عملوا عهد مع الشيطان You see this in 2 Samuel 21 Where there is a famine in the land for three years And David after the third year says to God why وبعد ثلاث سنين هو قبل الثلاث سنين كان فاكر إن ده حاجة طبيعي إن المطر ما ينزلش لكن بعد ثلاث سنين ابتدى ييجي قدام ربنا يقوله ليه يا رب ليه ما فيش مطر Because he realizes natural occurrence can cause a famine to come about occasionally لأنه هو كان بيقول إن طبيعة الأرض وإن ممكن المطر ييجي وإن ممكن المطر ما يجيش وممكن يحصل مجاعات في وقت من الأوقات So David obviously doesn't think everything has a spiritual root So after three years though it's getting serious So David says to God why is this happening And God says the reason there's a famine for three years Is because your predecessor Saul لأن شاول الجيل اللي قبله 70 years ago من 70 سنة فاتت He killed the Gibeonites that Joshua swore to protect إنه هو قتل الجبعنيين اللي يشوع عمل معاهم عهد وقال إنه هو يحميهم In other words Saul broke covenant with the Gibeonites يعني اللي حصل إن شاول قسر العهد مع الجبعنيين اللي عملوا معاهم يشوع And Satan was taking the broken covenant as a legal right to bring famine into the land والشيطان أخذ الحق القانوني لكسر العهد وعمل إيه عمل مجاع على الأرض ووقف المطر So suddenly David realizes this is why our prayers aren't being answered فابتدى داود يعرف إن عشان كده الصلاة مش مستجابة وإحنا عمل إن نصلي المطر نصلي المطر لكن الصلاة مش مستجابة The devil has a legal right through this broken covenant to stop our prayers from being answered فالشيطان كان عنده الحق القانوني نتيجة كسر للعهد شاول مع الجبعنيين إنه يوقف الخير ويوقف المطر And so David goes to the Gibeonites and say what do we have to do to correct this فداود بكل اتضاع راح للجبعنيين وقال لهم طب إزاي نصلح الأمر ده وانتوب عن الخطيئة They tell him what they want to see happen وقالوا له هم عايزين يشوفوا إيه يحصل عشان العهد ده مايبقاش مقصور في العهد اللي عمله يشوع David does what they ask وهو عمل اللي هم سألوه And the Bible says and God heeded the prayer for the land Because when covenant was reinstituted that had been broken The legal right of the enemy to stop or to stop the prayers from being answered was removed فاللي حصل إن اللي كان ماسكو إبليس في إيده وعمال بيوقف صلاطنا به وبيشتكي به قدام الله علينا ده خلاص اتاخد من حقه اتاخد من إيده ما بقاش عنده أي شكوى ضدنا لإن العهد اللي عمله العهد ده اتبنى من جديد والعهد ده ابتدى من جديد بعد ما اتعمل عقاب أو أخذ الحق لكسر العهد So David had to deal with the sin of the fathers فداود كان عليه إنه يتعامل مع الخطيئة اللي عملها شاول To take away the legal right the enemy was using فياخد الحق القانوني اللي إبليس ماسكو في إيده وعمال يشتكي به علينا وينفذ أحكام علينا We have to do the same thing in our family lives وإحنا علينا إن إحنا نعمل نفس الشيء في عائلتنا وفي أجيالنا This has happened to me I did not believe in any of this I thought it was my own sin that I needed to deal with And that's true But for instance In my life there was a string of broken promises لكن في حياتي أنا وفي حياة أجيالي كان فيه كسر عهد كتير من أجدادي في علاقتهم مع ربنا For decades I had been promised certain things by different people Only to see those promises broken لكن بشوف إن كل الحاجات اللي هما كانوا بيقولوها والعهد اللي كانوا بيقولولي إحنا نعمل كذا وكذا وكذا ما كانش بيحصل My wife even said why do people always tell you things and then not do it ومراتي دايما بتقولي لين الناس دايما بتقولك هيعملوا كذا وكذا وعمرهم ما بيعملوا I said I don't know قلت لهم ما قلت لها مش عارب مش فهم And so all of a sudden someone says they're gonna do something wonderful for me ومرات حد قال هيعمل حاجة كويسة جدا لي And I wait with great expectation for it to happen وكنت مستني بتوقعات كبيرة أن الأمر داي يحصل But they break their word لكن كسروا العهد وما مكملوش التعهد بي I was so disappointed وكنت مضايق جدا Because here it is one more time وحصلت مرة تاني يقول تاني هيحصل And I became very disillusioned وكنت مطلخبط قوي I thought everybody No one tells the truth They promised these great things they're gonna do But then they never do anything And I became very pessimistic To the point that when people would promise me something I would secretly think no you're not You're not gonna do that And they wouldn't And then all of a sudden I have a dream And in my dream My great grandfather that I never knew He threw negligence had injured someone I didn't know what he had done I just knew in the dream He had injured someone And because he had done that That right now today There was a verdict against me And I woke up and the dream was so real That I thought it was actually true That there had been some kind of a verdict against me On a present day From a real court And as I got awake I realized Wait that was a dream And I began But again I very quickly realized It was about the court of heaven That the Lord was graciously showing me Why people kept breaking their promises Because the Lord said to me He said When your great grandfather through negligence injured someone He stole the dreams of someone away He stole the dreams of someone away This is given the devil the legal right to steal your dreams away So people keep breaking their promises So I got up that morning and began to repent I repented for myself for any negligence I repented for my bloodline for negligence concerning it But I repented for my great grandfather's sin of negligence And I felt this tremendous release come Within a couple of weeks Many of those broken promises that had occurred People began to call me And say we're so sorry that this happened And we're ready to do these things And tremendous opportunities began to open up Dreams started coming to pass Opportunities started to be given And it's still happening to this day Because the Lord showed me it was the sin of negligence of my great grandfather That was giving the enemy a legal right So when I repented for myself and my bloodline I mean that all shifted Through repentance I took the blood of Jesus And undid the accuser's case against me من خلال التوبة أنا الخط لإبليس مسكه علي وبينفزه علي نتيجة غلطة أو خطية عملها جدي أمين أمين أعتقد أن ده شرح وافي وشرح كافي لأمور ممكن تكون بتحصل في حياتك وأنت مش فهمة زي داود داود كان فاكر أن اللعنة اللي جاي على الأرض وأن فيه مجاعة وما فيش مطر ده أمر طبيعي وممكن يحصل لأي حد لكن لما ابتد الأمر يطول وإنه مش لقيله حل ابتدى يروح ربنا وابتدى ربنا يعلن له وهذا الإعلان خلانه ياخد خطوات علشان إبليس اللي موقع في المطر نتيجة كسر العهد ما يحصلش في حياته النهاردة أنت عندك الفرصة وعندك النهاردة اتعلمت حاجة واسمعت حاجة من حقك أنك ترفضها ومن حقك أنك تقول ممكن تكون حقيقة وتحطها قدام الرب وتقوله لو دي حقيقة في حياتي اكشف لي فين عهد تكسر فين حاجة إبليس واخدها علي أو على أجدادي أو من خلال الأجيال اللي فاتت إبليس بينفذ حكم نتيجة أي خطية حصلت في الأجيال السابقة وتيجي وتتوب وتشوف الرب يعمل معاك إيه تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مرة تانية نكمل هذا الأمر العميق هذا الأمر وهذا المفتاح اللي الله بيدهولنا علشان يكون فيه استجابات لصلاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للشباب برامج للمرأة وأيضاً للأطفال عزيزي المشاهد أنت شريكاً معنا في هذا العمل تذكر أن تبرعك لقناة الكرمة أنت تزرع معنا في ملكوت الله اشتركوا في القناة قناة الكرمة هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501C3 وجميع التبرعات معفى من الضرائب ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهر شكراً لاستمرار تعديدكم وصلواتكم وربي وباركم ترجمة نانسي قنقر أعديدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة كن عوناً لقناة الكرمة وكرم الرب من مالك فالمروي هو أيضاً يروح والمعطي المسرور يحبه الرمو ترجمة نانسي قنقر رجعنا تاني بعد الفاصل وعايزين نكمل الموضوع الخطير اللي احنا بنتكلم فيه إبليس بياخد حاجات ضدنا جاية مننا أو جاينا من أبأنا خطايا ما تشاه في العائلة علشان يوقف خطة الله في حياتنا ممكن تقولولي الكلام ده مش كتابي أديني مثل أو أديني إثبات كتابي على أن فيه أنواع للخطايا أوكي تعالوا نتكلم مش أنواع للخطايا حاجات بالنسبة لنا وأنواع للخطايا مزمور 51 عدد 1 لعدد 3 ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك امحو معاصية اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطياتي طهرني لأني عارف بمعاصية وخطياتي أمامي دائما فعندنا ثلاث حاجات هنا بتتكلم عنها الآية دي عندنا الإثم عندنا المعاصي اللي هي الانيكوتيز وعندنا الخطيئة طب إيه الفرق بين التلاتة فيه فرق بين التلاتة لما تروحوا في فهرس الكتاب أو في قموس الكتاب وتبتدوا أن أنتوا تدرسوا الكلام ده بالعربي وبالإنجليزي وبلغات مختلفة هتلاقوا يعني الخطايا وأنواعها لو مسكنا كلمة الاسم كلمة الاسم اللي هي الخطايا اللي ليها تخيلات عقلية واحد يعود يتكلم ويتخيل عقليا زي ما المسيح قال مش اللي بيزني لكن اللي بيفكر لو نظر إلى امرأة واشتهاها ودي بتبقى خطايا إرادية الزنا والتخطيط للزنا التخطيط نفسه الدوافع الغير نقية العناد ضد السلطة الخطيئة اللي أنا عارفها وبكمل فيها زي الغضب وبكمل في الغضب الحاجة التانية اللي احنا المعاصي كلمة المعاصي اللي هي اللي هو بيكلم عليها اعوجاج أو خط معووج طويل يمتد من جيل لجيل مثل كتابي على الموضوع ده إبراهيم وكذب إبراهيم لما كذب وقال إن سر أختي إسحاق ما كانش مولود فإسحاق ما كانش يعرف إن أبو كذب لكن دي حاجة في الدم طلعت ونفس الخطيئة اللي عملها إبراهيم مع سر أعملها إسحاق مع رفقة وغيرها وغيرها هنجيب أمثلة للحاجات دي ونتكلم عليها لكن أنا بحب أثبت كل حاجة كتابيا الكتاب يقول إيه يمكن إحنا بناخدها بطريقة عادية خطايا من خطايا يا إرحمني من خطايا يا إرحمني بس إيه الخطايا وإيه تأثير كل نوع من الخطايا فإحنا مش جايبين حاجة بنقولها كده من تخيلنا أو تفسير لكن دي حاجات الله بيوضحها من كلمته في حياتنا رجعت لك مرة تاني وأنا عارفة أن أنت بتعلم عن السر ده وبتعلم عن الإعلان اللي ربنا ادهو لك لاستجابات الصلاة للناس كتيرة وفي دول كتيرة اديني بعض الأمثلة عن الانيكوتيز أو عن المعاصي اللي هي بتمتد من جيل لجيل وإن إحنا فهمنا عنها إن السبب ده إن حد بيكون عمل خطايا ونتيجة الخطايا عمل عهد مع إبليس وبيبتدي الخطايا دي تتوارس من جيل إلى جيل هعرف إزاي أصلا إن أنا عندي خطايا متوارسة لما حصل في حياته إن خطاية الأجيال اتماسحت ونضف منها هو طبعا بيطبق الحاجات ده من خبرات حصلت له في حياته بول قال لتيموساوس تموساوس الثانية الأصحاح الثاني وعدد ستة وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا يجب أن الحراس الذي يتعب يشترك هو أولا في الإثمار أنا تعلمت الأمر ده من حياتي أنا الشخصية عندما كانت أطلعي مني كانت أطلعي منه كانت أطلعي منه الحاجة اللي كنت ملاحظها إن في العيلة وفي الأجيال بتاعتي في عنف الناس اللي كانوا بيصلي معي علشان يطلعوني من الأمر ده ونروح نعرف إيه اللي حصل في أجياله كان عندهم مواهب نبوية وكانوا بيشايفين أن هناك عنف كتير وتعهد كان في واحد من الأصدقاء وهو كان نبي بسط لقيته قام من جنبي ومشي وأنا كنت بصلي وكنت بتعامل مع هذه الأمور كلها في حياتي وكنت أعمال إن أنا أتوب عن كل العنف في حياتي وفي حيات أجدادي وبعدين بعد ما خلصت صلاة والتوبة بقوله أنت كنت قاعد جنبي قمت من جنبي ليه قال ابتدت وان حس وانا قاعد جنبك أن في عنف كبير كان خارج من ناحية أجيالك وكان العدو بيأخذ الأمر وبيبني قضية ضدك وأن خطة الله في حياتك ممكن توقف لأنك أنت عنيف وأجيالك فيهم عم فأنا ما كنتش في المكان اللي أنا أقدر أنفس خطة الله في حياتي بسبب العنف اللي عندي والعنف في أجيالي ولما بدأت أن أتوب عن العنف اللي في حياتي والعنف اللي في أولادي والعنف اللي أنا شايفه في أبائي وبابايا مثلا وجدي وأجيال قبل كده وغطيت هذا الأمر وطبت عنه وطلبت أن دم يا سعي طهارنا منه الأمر انتهى كولوسي 2 عدد 13 و14 اسكنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا ازمح السك الذي علينا في الفرائد الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب وهنا كان بيكلم على الاتهامات أو الشكوى اللي إبليس بيشتكي بي عنه دي شكاوي ضدنا وقال الكتاب أن يسوع أخذ كل الشكاوي دي وصمرها على الصليب وده معناه وواضح جدا أن يسوع أخذ كل حكم ضدي وصمروا على الصليب لما أنا لما أنفذ هذا الحكم أبقى فري لما أنا طبت عن الأمر دا وسألت أن دم يسوع يتهارنا أنا بنفذ الحكم اللي يسوع خده على الصليب لي والدهوني علشان أن أنفذه وكان إجابتي دايما بقول أن دم يسوع يخلي إبليس ما يقدرش يجيب أي جواب ما يقدرش يتكلم يخضع لدم يسوع وكل مرة كنت بتوب فيها عن أي عنف في حياتي I would ask for the blood to cleanse it away وكنت بسأل بقول له يا رب بدم يسوع تهارني من العنف Well I would every time I would have my bloodline cleansed after that وبعد ما أنا بتوب عن نفسي بتوب عن الأجيال والعنف اللي في أجيالي But this violent thing would come back up again And I would think what is this because I've already repented of that And I asked the blood to cleanse it away He'll try to get us stuck in a mode of repentance So that all we ever do is repent And so the Lord said to me here's what you need to do As you're standing in the courts of heaven by faith You need to ask that your previous repentance over this violence Be called into record in the courts And when I did that it was accepted before the Lord And I did not have to go through all the repentance again And when the devil figured out And I thought that I now knew what to do about that And when the devil saw that I could move on into freedom in the Lord I could move on into freedom in the Lord You see we see some of this happening today in the church We see well-intentioned people continuously repenting over the same stuff We watch intercessory groups repent for the sins of nations The same ones over and over And the question is how much is enough What we have to do is call into record into the courts of heaven The previous repentance Because everything is recorded in heaven There are angels that are writing everything down And when we say Lord we're asking that our previous repentance be accepted over this matter That is enough to silence the accuser And not allow him to get us stuck in repentance So when I did that in regards to the violence That repentance was accepted And the enemy could not use that against me in the courts of heaven again And the anger issues were broken So that it was no longer an issue in our lives Because through repentance we took the blood of Jesus And silenced those accusations against us Because in our acts of death And when we want to be tried to write down the law And if we were entitled to the devil And what we have done in the case That the third and fourth Amen Amen You also mentioned You also mentioned You also mentioned I talked a few times with you And we were talking about عن خطايا بتحصل في مثلا في نيشنز معينة في أمم معينة والخطايا دي بتتوارس وبتيجي على الناس اللي في الأمة دي زي مثلا الكبرية زي خطايا جنسية أو مثلا الأجداد كانوا بيعبدوا إله الجنس في البلد دي وتبتدي الخطايا دي تتوارس من جيل لجيل والجيل وفيه شعوب بتبقى معروفة الشعب ده عندهم خطايا جنسية فضيعة أو الشعب ده عنده كبرية فضيعة أو الشعب الناس دي عندهم الفقر ما سكهم وما بيخرجوش من الفقر ديني ديني فكرة يعني إزاي ألاحظ الأمر ده كفاية علي أن أنا أبتدي ألاحظ أنا بتصرف إزاي عيالي بيتصرفوا إزاي بابايا كان بيتصرف إزاي جدي كان بيتصرف إزاي فهنا أبتدي ألاحظ أن فيه نمط ماشي في العيلة الأمر ده بيتقرر من عيال مني لعيالي من أبويا من جدي فأبتدي ألاحظ أن في حاجة هنا ماشية في الأجيال وأن أنا أبتدي أكثرها أديني مسألة عن موضوع ده طريقة من الطرق اللي أنا أقدر أحدد فيها العصيان أو الخطايا المتورسة في الأجيال إن أنا أبص على أجدادي وبعدين إخواتي بابايا أنا نفسي عيالي ولو أنت تقدر أو عندك معرفة بقصص على أجدادك أو حاجات زي كده وتلاحظ نفس النمط لما أنا أشوف الأمر ده كان واضح جدا في ثلاث أجيال في حياتي بلاقي إنما الدم تغارس في ثلاث أجيال You know I see the issues of anger فأنا في حياتي أنا الشخصية بتديت أشوف الغضب I see addictive behavior بتديت أشوف مظاهر للإدمان I see sexual issues حاجات جنسية مخطايا جنسية and several other things وحاجات تانية You told me about negligence Negligence إهمال أو ما بياخدش الأمور بجدية عنده إهمال Yes Spirit of control Control أو تحكم وسيطرة That tries to work in the bloodline وشفتها في أجيالي في الثلاث أجيال اللي في حياتي You can look in those three generations and see iniquitous patterns فأنت تقدر تشوف النمط ده موجود في الثلاث أجيال اللي انت شفتهم بعنيك They really can become magnified in our children وطبعا لما بتقوم يعمل الأمر ده وتشوف النمط ومفتخدش أي إجراءات ضده الخطايا دي بتكبر You can see them in attitudes and in actions and habits Things that they gravitate to Well when we see that we should not just deal with the behavior We should repent for the sins of the fathers that is empowering it in the first place Because what we normally do is deal with behavior لأن اللي بيحصل في حياتنا يقولك فلان بيتصرف بالطريقة دي تعالوا نوديه لكونسلر ولا تعالوا نوديه لحاجة عشان يتعامل مع الولد ده في طريق تفكيره أو طريق السلوكيات And we should correct behavior وصحا نحن نتعامل مع السلوكيات But we should deal with the root that's allowing it in the first place which is iniquity لكن علينا أن نحن نرجع للأصول اللي مسببة هذا الأمر أنه ينمو في حياة العيلة دي وفي حياة الأولاد اللي بتصرفه بالطريقة For instance, I have a friend A very strong prophet of the Lord أنا عندي صديق من أصدقائي من الأنبياء الأقوية في جسد الرب And he began to Or he heard the teaching on the courts of heaven And his own father had fallen in terrible immorality Not just sexual sin but perversion His father had been a very successful pastor and he lost everything Well as my friend grew up He felt this same thing pulling on him And just like you were talking about Isaac and Abraham He didn't want to repeat a pattern So as he's crying out to God To break this power off of him He has a dream And in his dream he sees three cats With hoods over their face And in the dream he reaches and pulls the hood Off of each cat's head It exposes what the cats look like And that's the end of the dream Well when he gets up the next morning He goes and googles these cats And he's able to find each one of these cats on the internet And they are associated with a certain nation And with a certain city within that nation And he recognizes that his family line comes from that city And he finds out that these three cats are associated with sexual perversion and immorality And whoever lived in those cities That city was connected to these demonic gods that were represented as cats And he realizes these demonic gods are trying to claim his bloodline So he repents for any covenant made with those cats He asks for those covenants to be annulled He renounces it And declares that they have no control over him and his family line He decrees that his family belongs to Jesus That as for he and his house they will serve the Lord And he breaks those connections with those cats And when he does all the pull of that perversion against him falls away Because it was the covenant with those demonic gods That was allowing them to try to claim him See, someone says, well, how can that happen to someone that's a minister That's a prophet of the Lord You know, it's going to happen to those people even more The bigger threat you are to the kingdom of darkness The more they're going to search out the legal right to try to neutralize you This is all the more reason why we should know how to go into the courts of heaven And break by the blood of Jesus every legal right of the devil Because it's important that we will go to the kingdom die And make any贖 Awwdogan an amendment to take care of our behalf Meaning of America would go to us So we can't do accept it I want to know After repentance After repentance To be sent نفسي وتوب عن عائلتي احنا تكلمنا كتير في موضوع الامر ده ايه الخطوات التانية اللي اخدها علشان اتحرر من اي حاجة ابليس واخدها علي وبيشتكيني بيها طبعا تكلمنا على التوبة ودي امر مهم جدا لكن زي ما قلت برضو ان نخليش العادو يخلينا ندائرين في دائرة التوبة على نفس الامر اول ما احنا نتوب وبنكسر اي حاجة ابليس واخدها علينا وبيستخدمها ضدنا فإحنا لما بنعمل كده بالتوبة احنا بنبوض القضية بتاعته فهو بيمسك الخطايا وبيمسك الاسم وبيمسك العسيان علشان يستخدمه ضدنا وزي ما بيحصل في القضايا العادية ان ابليس بيعامل قضية لكن المحاميين بيعايزين يبوازوا القضية once we have done that then we present our case for what we want from the Lord اول ما احنا نبوزنا على إبليس القضية بتاعته وبالتوبة احنا بنطلع العرش النعمة وبنطلب الحاجات اللي ربنا عايزنا نعملها او احنا عايزين من الرب اي زي ما احنا فاهمين دعوته على حاجة one of the best ways to show this principle is to tell you a real story that happened to us علشان اباين الموضوع دا هاحكلكوا حكاية حصلت معايا one of my sons had to go to court a natural court concerning a situation واحد من ولادي راحوا محكامة علشان أمر معين حصل معا he hired a lawyer to draw up papers that would be presented in the courts وعمل عين واحد محامي علشان يدافع عنه في القضية the lawyer sent him the papers and so my son then sent them to me المحامي كتب الورق بتاعه وبعته له وبعته له وبعته لبابا and what was said was whereas and a statement was made وكتب حاجة معينة كتب statement that a piece of evidence was presented a testimony was given that the judge would read كان في شهادة كان كتبها علشان الجاج أو علشان القاضي يقرح there was maybe seven or eight of these ممكن سبع أو تمن حاجات من الشهادات علشان القاضي يقرح and the very last statement was called a prayer prayer is actually a legal petition and the prayer on this piece of paper was what they were asking the judge for it was based on the evidence they had presented so I was telling this story in a certain church and when I got through a natural lawyer came running to me and he said I need to tell you a story he said what you said is absolutely true everything you described is how court operates but he said I was in a natural court setting presenting a case and the judge had looked over all the evidence and he said he was reading the prayer what we were asking him for and he said the judge looked at me as the attorney and said I would have given you more than this he said I've never seen that done before he said so the lawyer said I did something I've never done before I jumped up and said I asked to amend my prayer and the other attorney jumped up and said I object and the judge said you're overruled I will allow it and he allowed the attorney to enlarge his request and the attorney looked at me and said these words he said we have not because we ask not so once we have silenced the accuser so we need to make our request to the Lord we say now Lord we're requesting this based on the evidence we presented because when you're in the courts of heaven you don't just repent and silence the accuser you present your own case as well that is always based on what's written in the book of heaven concerning you one of the things I've learned to do is ask God things based out of his purpose in my life so we should ask based on what's written in the books of heaven concerning us and once we ask for that we should ask for the Lord to render a verdict that would allow us to have that and then once we sense that that's been done then we step into our position as kings and begin to make decrees you see we began to decree the thing until it becomes reality ونبتدي نحن نفضل نعلن هذا الأمر إلى أن يحدث هذا الأمر الآلة بتقول تصدر أمرا فيكون لكم that this is mine because I have a legal right to it ونقول إن هذا الأمر لي لإن لي الحق فيه so I decree that this becomes mine and I keep making those decrees until it becomes reality وانا أبتدي أعلن هذا الأمر المكتوب في الكتاب المؤدس إلى أن يحدث في حياتي أمين أمين and so that's a very important part to functioning in and from the court of heaven وده مهم جدا أننا نعمله وإحنا في محكمة السماء بنلغي القضية اللي علينا بنلغي كل كل كلام إبليس مسكو علينا بالتوبة بعد كده بنطلب من الله أنه يعلن لنا عن غرضه من حياتنا وابتدي أطلب من الله أن غرضك في حياتي يحصل اللي بيعلن لي عن طريق الكلمات المكتوبة كلمة الله المكتوبة في الكتاب المؤدس أو إعلانات شخصية الواحد بيعرف خطة الله في حياته من كلام أهله بيقولوا عليه أنت هتطلع كذا أنت ربنا هيستخدمك أنك تكون خادم بناخد هذه الكلمات اللي جاية من أهلنا أو جاية من كلمات نبوية تقلت على حياتنا أو مواهب طبعية الناس ابتدوا يعرفوها عن حياتنا ونبتدي نتكلم بيها ونبتدي نعلن هذا الأمر ده إرادتك لحياتي وده معلن أبتدي أتكلم بيه مرة واثنين وثلاثة ويبقى أسلوب حياتي وطريقة كلامي إلى أن يحدث في حياتي ونبتدي نحارب بكلمة الله إبليس ونبتدي ننتهر إبليس اللي بيعمل في حياتنا ونقول له هذا العمل لا تقدر عليه ونبتدي نستخدم كل الآيات اللي بتتكلم عن الحروب الروحية لكن بعد ما نلغي قضيته ضدنا وبعد ما ناخد الحكم من السماء وبعد ما نتكلم بالكلام اللي الله قايل له علينا وحكمته لينا وكل خطته لينا نبتدي ننزل بقى ونحارب العدو بالآيات المعلنة في الكتاب المؤدس وندربه بالأسهم اللي هو كلمة الرب كساهم بيحصل في حياتنا ويننتصر به على إبليس بس الأول ناخد الحكم وبعدين نبتدي نحارب بالحكم اللي الله أعلنه لينا دلوقتي أنا عايزة سألك إن احنا نصلي مع الناس لو ممكن نصلي ونعلم الناس الزال إن هما يصلوا عشان ياخدوا هذا الحكم والخطيئة تنتهي عليهم ونبارك الناس Yes Go ahead and lead the people in prayer Okay, do just with you? Okay Yes Okay, so let's just pray right now And maybe the best way to do it is for you to repeat after me It's one of the best ways to learn how to do this ودي أكتر طريقة نتعلم بيها إزاي إن احنا نصلي Okay, so say Lord Jesus I come before you يا رب يسوع أنا باجي قدامك Even before your courts of heaven باجي قدام محكمة السما I thank you Lord that you sat upon the throne أشكرك يا رب لإنك أنت الملك الجالس على العرش And I ask right now for the courts of heaven to open وأنا بسألك إن المحكمة السماوية تفتح That I might be granted entrance before your throne وإن أنا أخذ الحق للدخول بدم يسوع أمام العرش And even as I come before you Lord وأنا جاي قدامك دلوقتي يا رب I humble my heart to worship you أنا باتدع وبي worship you And I ask that your blood would cleanse me وأنا بسألك إن دمك يطهرني وينضفني From every sin, transgression and iniquity من كل قطية ومن كل اسم ومن كل عسيان Lord anything the enemy would be using يا رب أي حاجة العادو بيستخدمها ضدي To build a case against me علشان يرفع علي قضية ويرفع علي دعوة ضدي Against my family على علتي Against your purposes in the earth على خطتك لحياتي Lord I repent of right now يا رب أنا بتوب عن هذه القطايا And I ask for the blood of Jesus وأنا بسأل إن دم يسوع To cleanse me of this thing يطهرني من كل هذه القطايا To buy the blood وبدم يسوع To annul and remove every case against me يلغى كل عهد تعمل أو كل خطية تعملت في حياتي أو في حياة أجيالي Lord I repent for my sin and transgression يا رب أنا بتوب عن خطيتي أنا عن اسمي أنا And for the iniquity of my bloodline وعن عصيان أجيالي Now anything that might be coming to your mind أي حاجة دلوقتي رب بيفقرك بيها أنا حصلت في حياتك أو في حيات أجيالك Just whisper that to the Lord أنت بالخطيتي وقول له رب أهلي عملوا كذا And just say Lord I repent of this وأنا بتوب عنهم And I ask for the blood to cleanse it وأنا بسأل إن دم يسوع يتهارب Anything you feel guilty about أي حاجة أنت بتحس بزنب فيها Just repent of it أعترف بيها And ask for the blood to cleanse it وإسأل إن دم يسوع يتهارها Every case against us كل قضية في السماء بيشتكي بيها علينا Thank you for this right now أشكرك يا رب على هذا الأمر دلوتي بإسم يسوع Now Father we just bring our case to you يا رب أنا بقدم لك قضيتي وبقدم لك طلبي دلوتي And we make requests of you وأنا بسألك إنت يا رب As best we understand بالطريقة البسيطة اللي أنا فهمها From what's written in the books of heaven about us من اللي مكتوب في الكتب السموية علينا Now you need just to Anything you feel like That God's purposed for you لو أنت دلوتي عارف خطة الله في حياتك أو إي هدف حياتك من ربنا That is purpose for your family أي هدف لعيلتك That is your destiny الخطة الموضوع عليك Began to make requests of him ابتدي أسأل الرب That Lord I'm asking you for this particular thing يا رب أنا بسألك على الأمر الفلاني Based on what's written in the books of heaven concerning me موجودة مكتوبة عندك في كتابك And I'm asking that a verdict would be rendered from the courts of heaven وأنا بسأل يا رب إن تصدر حكم سماوي That would let these things become a reality in my life ليحدث هذا الأمر في حياتي وأختبره Just begin to ask him for those things ابتدي أسأل الرب على الأمور اللي انت عايزها And even as we're doing this I just sense his passion وأنا حسس بقلبي يسوعه ومشعره To grant to you the cry of your heart أنه يديك سؤل قلبك So Lord I'm asking that the desperation of the people that are listening to me يا رب أنا بسأل على كل المشاعر اللي خارجة من قلوب الناس اللي بتطلبك That desperation would be heard in the courts of heaven أن يا رب طلبهم وطعبهم يعلن قدامك في السماء And I'm asking that every weapon formed against them by the enemy وأنا بسأل أن كل آلة صورت ضدهم لا تنجح It would now be silenced لا تنجح وكل خطة إبليس تسكت And that which you created them for and placed them in the earth for وكل ما أنت فاعلوا في حياتهم وخلقتهم لأجله That would become a reality in their life يحصل ويكون حقيقة في حياتهم And even over their family حتى على عائلاتهم Over their marriages على جوازاتهم Over their children and their grandchildren أطفالهم وأحفادهم And over their lineage to come والأجيال اللي جاية Lord I decree that curses are broken off That have come to try to exterminate families from the earth And I say that even as we stand in the courts of heaven That those curses are annulled and removed And people are freed to come into the destiny ordained for them We declare before your courts That your blood Lord Jesus أن دم يسوع المسيح Is stronger than any weapon of the enemy أقوى من أي خطط العدو من أي أسلحة العدو So I say his weapons are silenced and are removed بإسم الرب يسوع كل أسلحة العدو تنزع ولا يكون لها صوت And your blood speaks for each one of us Even as we stand in your courts And your blood gives God the judge of all The legal right To render verdicts in our behalf Lord thank you for doing this right now نشكرك يا رب على كل عمل أنت عملت في حياتنا Thank you for your presence Lord Jesus أشكرك يا رب على حضورك That all across the nations of the earth Break shocks يا رب بإسم يسوع اكثر أي شيء محتوط على أمم وعلى شعوب And let your will be done لتكن إرادتك على هذه الأمم وعلى هذه الشعوب Thank you that you are claiming families أشكرك يا رب إنك بترجع عائلات But you are also claiming nations for yourself وبترجع أممك أمم ليك That your blood annuls covenants with devils لإن دمك يلغي أي عهد معمول مع العدو And frees people to come into the fullness of destiny ordained by you ويعطي الحرية الكاملة إن شعبك يأتي إلى معرفتك وإلى خطتك الكاملة في حياتهم Now as you just What you should do right now Is you should just ask boldly of the Lord Whatever is the deepest cry of your heart For yourself or your family Or for something concerning the kingdom Right now just ask boldly of the Lord Lord I thank you for hearing these requests أشكرك يا رب لإنك أنت سمعت كل هذه الطلبات In Jesus' precious name بإسم الرب يسوع Now Father I also want to say يا رب أنا أطلب منك That there will be no backlash إن لا يكون علينا أي ضربات من العدو That the blood of Jesus covers every family and every part إن دم يسوع يغطي كل العائلات وكل من طلبت That has prayed this prayer اللي طلبك بهذه الصلاة And that they are safe and guarded by the blood of Jesus وإنك تملحهم سلام وتملحهم حماية بدم يسوع So that the enemy has no legal recourse against them وإن العدو لا يرجع يضربهم بنفس الطريقة اللي كانوا بيدربهم به And I thank you that that family lines that the enemy was seeking to exterminate وبإسم الرب يسوع إن العائلات اللي العادو بيحاول يحطمهم That they have been saved and spared today in Jesus' name النهاردة إنت هتخلصهم وإنت هترجعهم مرة أخرى They have actually been secured for their divine purpose That's written in the books of heaven وإنت هتديهم كل الأمان واتديهم كل إحساس بالأمان لخطتك في حياتهم وإنها هتستمر And those that have been hopeless are now filled with hope again وكل واحد ما كانش عنده أمل بتملاه بالأمل تاني I thank you for doing this Lord بشكرك يا رب على هذا الأمر النهار From the very courts of heaven من محكمة السلام That new vision begins to erupt in the hearts أن رؤى جديدة تبتدي تدخل في قلب ولادك تديهم أمن Thank you for granting it Lord Faith arises I want to thank you so much for this wonderful time And for this wonderful revelation And God bless you Thank you I want to remind كل الناس اللي بتتفرج علينا لو أنت بتقرأ أنجليزي بشجعك أنك أنت تدخل على جوجل على أي حاجة وتطلب الكتب اللي كتبها بوضوح شديد Pastor Robert في عنده كتبين كتبهم أنا بركة في حياتي جبيرة جدا وصور الكتبين على الشاشة ممكن أنك أنت تطلبهم من أمازون أو تطلبهم من الخدمة بتاعتنا وإحنا هنوصلهم طبعا ليها قاست فأمازون هتدفع له القاست بتاعت الكتب بشكركم جدا على الوقت الجميل اللي أنتو قضيتوه معنا أمشون أن أنتو عندكو أسئلة كتير الكتب دي هتجاوب أسئلة كتير أو ممكن أن أنتو تتصلوا بينا ربنا معاكم ويحافظ عليكم واتفرجوا على البرنامج ده واتفرجوا على الإعادة ومن باس كل اللينكس بتاعته عشان ده وقت حرية لأولاد الرب ولشعب الرب وقول من النهار ده أنا كل صلاتي مستجابة ودائما نفتكره بنهي البرنامج مع السلوجين بتاع البرنامج أن كلماتي تصنع عالمي وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج من القلب للقلب رحلة دموع وصعوبات وتحديات تعب ومرار حولها يسوع انتصارات واختبارات في الإيمان حاسس بألمنا من غير حتى كلامنا يجيب سلام بلمسة حب من القلب للقلب من القلب للقلب شكرا للمشاهدك شكرا